والحقيقة أنه يعني لازم أقول لكم برضو هذه الملاحظة وأنا جاي حد سألني هو أستاذة وسط كل الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها دي سواء في مصر أو في العالم وده وقت المناخ هو ده وقت إن احنا نتكلم عن البيئة صحيح البيئة مهمة لكن ده مش وقت المناخ ده وقت إن احنا ننفق على الاقتصاد نأكل الناس نشرب الناس نحسن أوضاع الناس مش إن احنا نصرف على المناخ قد يبدو ده كلام صحيح على المستوى القصير لكن على المستوى الأطول الأجيال كلها حتلمنا أننا أو أننا لم ننفق على المناخ وإحنا بنشوف الجفاف في إفريقيا وإحنا بنشوف ارتفاع منسوب المياه البحر في دول كتيرة في دول مهددة بالضياع اسكندرية الدلتة من المهددين بأنهم مع ارتفاع منسوب المياه يغرقوا بعد سنوات ولكن احنا بنحاول أن احنا نتخذ إجراءات لتغيير ده باكستان واللي حصل فيها من فيضانات السنة دي في دول مهددة بالضياع إذا لم تتخذ دول العالم إجراءات واضحة وقصية لتخفيض معدلات ارتفاع درجة الحرارة وده الاتفاق اللي كانوا اتفقوا عليه في باريس ألف وتسعمائة ألفين وخمستاشر أنهم اتفقوا على أنه درجة الحرارة الأرض ما ترتفعش عن درجة ونص طبعا ده اتفاق لم يتم تنفيذه والدنيا لسه كلها ما بين وعود وتعهدات ولم يتم تنفيذ أي شيء